وانظر إلى هذا الدعاء العظيم في المناسك وفي البناء وفي عمل الخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لأن هذا عمل جليل ويخاف المؤمن أن لا يتقبل منه فاحرص يا عبد الله دائما أن تدعو بقبول عملك ليس العبرة بالعمل وإنما العبرة بقبول العمل من إمامة إبراهيم عليه السلام إمامته في المناسك من الذي أمره الله جل وعلا برفع البيت وبناء الكعبة إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولاحظ التعبير بيرفع لأن البيت في أصله من بناه بنته الملائكة وإبراهيم أمر برفعه على وجه الأرض وإذ يرفعه وساعده ابنه إسماعيل عليه السلام وانظر إلى هذا الدعاء العظيم في المناسك وفي البناء وفي عمل الخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لأن هذا عمل جليل ويخاف المؤمن أن لا يتقبل منه فاحرص يا عبد الله دائماً أن تدعو بقبول عملك ليس العبرة بالعمل وإنما العبرة بقبول العمل إنما يتقبل الله من المتقين وكذلك مقام إبراهيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا واتخذوا بالأمر وفي قراءة واتخذوا بالفعل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولهذا شرع لنا بعد الطواف أن نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأيضاً إعلام الناس بالحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئاً الدعوة إلى التوحيد ونبذي الشرك وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنيق ومن ذلك تطهير البيت وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر